للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام عبدالفارة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور حسام بعد التحية تأتي النسخة الثانية من فعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية برعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظرف دولي شديد الخطورة وشديد الأهمية ما الجديد الذي سيقدمه هذا المؤتمر لمواكبة التحديات الراهنة وأيضاً للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الدولي وهي زيادة السكان بزيادة بالغة الصعوبة يعني يمكن واحدة من أهم ما يميز النسخة الثانية من المؤتمر عن نسخته الأولى هي اتفاع المجال الذي تشمله النسخة الثانية إلى محور التنمية البشرية وبالتالي المؤتمر من خلال أكثر من 133 جلسة و803 من المتحدثين منهم 172 من الضيوف الدوليين ومشاركة 112 منظمة منهم 51 منظمة دولية يسعى نحو تحقيق مفهوم التنمية البشرية ويمكن الجلسة الحيوارية الأولى التي شرف بها السيد الرئيس بحضوره هذه الجلسة في الافتتاح هي بعنوان الصراعات والتحديات التي تواجه الدول في التنمية البشرية وتأثيرها على التنمية البشرية نحن نتكلم على صراعات مثلها نتكلم على إرهام نتكلم على ضغوط اقتصادية وكيف يتم التعامل مع هذه الصراعات في ملف التنمية البشرية يمكن ده واحد من أهم الأمور التي سوف يتم وضع استراتيجية وضحة وخريصة عمل وضحة في توصيات المؤتمر لهذا العام طيب دكتور حسام كيف يمكن الربط من خلال هذا المؤتمر ونسختي الثانية بين الصحة والسكان على جانب والتنمية البشرية من جانب آخر بالإضافة إلى كيفية بناء نظم صحية مرنة في ظل ما أصبح متوفرا من بيانات صحية وطبية ومعلومات وإحصاءات كاملة عن أحجام وعن أعداد وعن نسب المرض المتتالية أو الأمراض المتتالية يعني التنمية البشرية واحدة من أهم دعائمها هي الصحة وبالتالي فالصحة هي محور أساسي في التنمية البشرية تنمية البشرية هي حالة من الحمال الصحي من الحمال التعليمي من الحمال المقاراتي من الحماية الاجتماعية من النشاط من التمسك بالهوية المصرية بالقواعد الأخلاقية للمجتمع الحقيقة ده هي كلها تدور في فلك التنمية البشرية وبالتالي كلما تحسنت مؤشرات الصحة كلما تحسنت مؤشرات التنمية البشرية بل يمكن ما ذكر في الكلمة الابتتاحية مش بس المؤشرات الصحة والتعليم تؤثر بشكل مباشر لأن ما ذكر على لسان مهاتير محمد وهو صانع التنمية البشرية أنه لا يمكن إيجاد تنمية بشرية حقيقية بدون بنية تحتية قوية فحتى تطوير البنية التحتية هو جزء من مفهوم التنمية البشرية ولا شك أن موجود منظومة صحية مستدامة ومرينة وذلك من خلال منظومة التعليم الصحي الشامل ومن خلال المشروعات الحاومية في مجال الصحة ومن خلال المبادرات الرئاسية التي تشمل حياة الإنسان منذ مولده وحتى السن الشيخوخة كل ذلك يؤدي إلى تطوير مفهوم المنظومة الصحية وتطوير مفهوم الصحة من مجرد علاج للأمراض بشكل مناسب إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي نعم دكتور حسام كل التحية والتقدير لحضرتك الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان شكرا جزيلا لك